نجوا من الموت بيعجوبة حسين وزوجته شاهندة ناشطون على السوشال ميديا تعرضوا لهجوم مسلح عند عودتهم إلى منزلهم في منطقة الدورة ست طلقات استقرت في جسد حسين وثلاث أصابت شاهندة بعد تعرضهم لتهديدات كونهم يفتحون بثا مباشر على برنامج تيك توك نحن ناشطين على السوشال ميديا أنا وزوجتي عدة مرات يهددوننا بالبث كل منص على البث يجينا تهديدات حتى من المراسلات لديها موجودة ما أدري أنه راح تكون حقيقة هاي التهديدات عبالي أنه جهار يضجون من عندنا ناس هذا يوم ذاك يوم رجعنا للبيت مراجعة زوجتي من الشغل قلت واحد منتظرنا بالباغ لقمامه وشفق سألنا طباقة بالباغ زرفنا الزرف بمسدس آنس الطلقات ومرتت للطلقات شبح الموتي ما يزال يحوم حول حسين وزوجته وفق حديثهم يشعرون بالرعب من مراقبة لهم في كل مكان خوفهم جعلهم ينشدون لحمايتهم وإلقاء القبض على من يسعون لقتلهم وحس أنه ناسي هنا حتى في المستشفى جايجون يتابعون عند بارها طلع زوجته وأمي رحقوها سيارة جيبهم ضلل له رحقوها لحد البيت مالتهم المجربين يفرون ما أحد يلزمهم أوكي لزبلتين من المشتبهين لكن المفروض تكون قوة صارمة لإعترافها لشان يجيبون المجرب اللي يشاركهم وبعض الحادثة تم إلقاء القبض على اثنين مشتبه بهم فيما تزال القضية رهن التحقيق عند القوات الأمنية بعد رفع دعوة قضائية من قبل حسين لبيان ملابساتها وكشف خيوط الجريمة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنع